المبادرة الوطنية هذا وقد شارك في عملية التسجير طلاب من مدرسة الحكمة الدولية حرصا من المدرسة على إشراك طلابها في الحملة الوطنية للتسجير وسعيا من المبادرة على غرس قيم المواطنة والحفاظ على البيئة هذا واستعرض بعض الطلبة مجموعة من المشاريع التي تعنى بتحسين البيئة وتعزيز الرقعة الخضراء مما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030 اليوم لقائنا في شارع الشيخ عيسى الموقع على شارع حيوي مهم وجمع بين جهتين شاركت معنا في الحملة الوطنية للتسجير وهي شاركة SGS المسؤولة عن القياس والمعايير ومدرسة الحكمة الدولية الحمد لله رب العالمين بيكون هناك تغطية لامتداد الشارع على ممشا جديد بيستفيدون من الناس في هذه المنطقة وأما عن مساهمة الطلبة فعندهم تجربة بيئية جميلة للمحافظة على المياه في الزراعة فحبين أن يشاركون في هذا المنتج اللي هما صمموه نحن اليوم هنا في ممشا من الحصم اللي بيتم تدشينا قريبا وبالتعاون مع المبادرة الوطنية للتسجير الحمد لله اليوم بدعة من القطاع الخاص بيتم تسجير الشارع هنا عندنا من حيث تكثيف التسجير وهذه مبادرة حلوة وإن شاء الله تكون المبادرة الأولى من نوعها وإن شاء الله بإذن الله تكون مستمرة